اشتركوا في القناة اطفال العالم او الناس بشكل عام في كل العالم لست اطلاق النار على زوجي واولادك هم عائدين المدرسة فولادي شافوا ابوهم مصاب الصدمة الشديدة اللي تعرضوا لها ولادي وردة الفعل العنيفة اللي كانت اللي لقلهم من وراء من جراء هذا الحادث صدمتني انا اكثر لانه اثرت في سلوكهم اثرت في شخصياتهم اثرت في تحصلهم العلمي شعرت اني لحالي وحيدة في ان انا اقوم باخراج اولادي من هذه الصدمة ما في معلمين تجاوبوا معنا صارنا نعمل العاب بالبيت ونجيب اولاد الجيران يلعبوا مع اولادي يلعبوا فيه بعدين صار اولادي شوي ثقتهم بنفسهم الزيد صاروا جتمعين اكثر ينظموا هاي الالعاب بساحة العمارة التحصل الدراسي يتغير ثقة بنفسهم صارت تتغير ما بعد الحادثة حولت من تخصص مختلف كليا للمرحلة الاساسية لانه قلت بما اني انا ما لكت لما اي حدا يتعاون معي من المعلمين كنت انا اولا قبل ما اكون معلم مرشد نفسي واجتماعي ثم معلم واتربو انا بالرب بعدها بنعلم لازم اتعامل معهم مع نفسياتهم ومع سلوكياتهم اللي هيفرضها عليهم المحيط او دخل في هالمحيط في هاي السلوكيات ممكن تكون ما تكون عنف ضرب العنف الو اشكال مختلفة عائق بحد من انو احنا المعلمين نكون بدورنا كمان النفسي وحالة يعني تخيل اصلا الطفل الطبيعي او الطالب الطبيعي لما يكون رافض اشي نفسي سعب يتقبل فما بالك في حالة كرم كمان اصلا هو ضعيف فانتبهت لحالة كرم انو كرم بيرفض يتجاوب مع الطلاب بيرفض يتقبلهم بيلعبش معهم عدائي فهون اجت دور ست حنان هون بدأ دورها مع كرم الارقام الحساب صار يغني صار ينشي تصدق حاله حتى النصوط حلو يصر لصحاب اختلف الامان اختلف بشكل كبير وفضل كبير لست حنان في تغيير شخصية كرم وضعت فعاتك اني لازم اهتم بكل طفل ممكن يتعرض لحادثة مثل هيك وممكن ما يتعرض لها بشكل مباشر هو ممكن ضرب او اعتقال حواجز اللي بيشوفوا على القتل اللي بيشوفوا على الشاشات عنف اللي بيشوفوا على الانترنت وتواصل اجتماعي كلها بيشوفوا هذا عنف هذا بيأثر في سلوكياتهم وبيأثر في تحصيلهم الأكاديمي كل هذا أنا قرأته بشكل عام طبقته بصفي من أول لحظة أنا بقول لا للعنف بمررها بطريقة بدون ما يشعر فيها الطالب بسلوكيات بأخلاقيات بتعلمها الطالب تدريجيا عن طريق اللعب اللعبة لها قوانين وأنظمة ولكل طالب في المجموعة بدو يشارك في اللعبة سواء جماعية لكل الصف أو كمجموعبتين لصف بحور المنهاج بجير المنهاج لصالح طالبي ولصالح شخصيات طلابي ولصالح منهج اللي أنا بتبعه لهلال العنف ولصالح إحداث التغييرات في السلوكيات بجيره وبحوره وببسطه وببسط المنهاج لصالح كل هاي الأشياء اللي أنا بقول لك عنها أو المنهجية اللي أنا بشطل عليها نلعب ونتعلم ملعب ونتعلم ملعب ونتعلم تعملنا الدرس على شكل كصة على شكل مسرحية طريقة إحنا نفهمها حنان ابتكرت أساليب التعزيز المميزة ليس التعزيز ممتاز أو نجمة لا حنان الآن تخير الطالب تناجي أخلاقياتهم من يريد أن يأخذ الكامس وهذا كل هذه الأساليب أثرت إيجابيا على تحصيل طلبتنا فكانوا يجبوا بيدربوا عندي معلمين مدرق مدارس مشرفين اللي يطلعوا على الأسلوب اللي أنا بشتغل فيه والنهج اللي أنا بشتغل فيه حنان تحاكي روح الطفل حنان تعمل على أخلاقيات هذا الطفل فما تقوم به حنان من أساليب حقيقة أثرت وانعكست إيجابيا بواجه لحنان كلمة بشكرها لأنها مرأة في حياتي لأنها هي نموذج رائع للمعلمين تعلمت منها كتير أكتر الشغلتين تعلمتها روح التحدي عند مسحنان إحنا الفلسطينيين شعب بنعاني من كل المعايقات كل الأشكال المعايقات والإحباطات بنعاني من عنف فرض علينا مش بإيدنا خطرنا ما خطرنا إحنا بدنا نعيش بدنا نعيش بدنا نعيش بسلام بدنا أطفالنا يعيشوا بسلام بدنا يشعر بطفولتهم بحكة يعني لكل معلم فلسطيني أو بأي مكان موجود بأي مكان بالعالم وظيفتنا ومهنتنا بالذات مهنة سامية نعلم الأجيال كلها إحنا سلاحنا القوي العلم 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 والتعليم هو سلاحنا القوي هو اللي بيخلينا نرجع ما سلب منا ما سلب منا سلب منا بجهل بالجهل اللي كان موجود ولن نسترجع نعيش بسعر بطفولتهم موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة